مع أولادنا وبناتنا أبناء وبنات أصلابنا وأرحامنا تعرفوا لماذا؟ تصدقوني قبل فترة بسيطة ربما ربع قرن ثلاثين أربعين سنة يعني مش قبل مئات السنين كنت تجد إيه؟ معظم الناس إذا تكلم رجل يُنسب إلى الدين شيخ أو عالم على منبار في تلفزيون الكل أيها الإخوة كأن على رأسها الطير يُنصط بخشوع ولا يستطيع ولا تُخالجه خالجة أن يرد على هذا الشيخ أو يحاول أن يُفكر أن يتلقى ما يُلقي إليه الشيخ بعقلية نقدية عقلية نقدية إيه؟ شيخ هذا اليوم هذه انقلبت هذه السورة لم تعد موجودة نُسِخت كل واحد يتكلم أنا وأنت وهو وهي كل واحد يتكلم الناس يُصغون إليها بحساسية نقدية ترى ماذا يحكي؟ يوافقنا أو يُخالفنا مع مطاليبنا أو ضد مطاليبنا يتحسس ويتجسس نبضنا أو ضد اتجاهنا ونبضنا مع خط التاريخ ولا ضد خط التاريخ هذا الرجع هذا الناس يفعلون هذا تعرفون لماذا؟ تقولوا لا، لكن ليس علماء دين نحن علماء دين مشايخ نحن يا أخي نحن نحفظ الكتاب والسنة وعند بعدين مناظر وبهاء ومنظر لحاء أو مش عارش فيها الشيء هذه تلبس وتركب لا، هذا أيضا لم يعد له تأثير تعرفون لي ماذا؟ مع أن الآخرين لم يدرسوا الدين صح؟ هم مسلمون بالفطرة ومسلمون يعني كما يقال مسلمون الدار ليس مسلمون الاختيار المسلمون الجغرافيون كما كان يسميهم يسميهم شكيب أرسلاء رحمة الله عليه بالجغرافي يعني أننا حظنا قادرون اسموا القدر الجغرافي قادرون جغرافي يعني نجينا في منطقة مسلمة معروف هذا القدر الجغرافي ليس عن اختيار وعن فلسفة وعن دراسة هذا كلام ليس موجود إلا أن يشاء الله ربي شيئا فإيش المصير يا أخواني؟ صح هؤلاء ليس متخصصين ما عندهم الشهادات وألقاب عليا في الدين بس يتلقّون ما يقوله شيخ الأزهر وآخر عالموا واعظ على منبار بحث نقدي لماذا؟ تعرفوا ليش؟ لأنهم تعلموا يعني في تعليم أكثر من أول تعلموا تعليماً جامعياً محترماً تقولوا بس تعلم في الكيمياء وفي الفيزياء وفي التاريخ وفي الفلسفة وفي السيكولوجيا ومش هذا هذه الأشياء كلها أيها الإخوة علوم وتخضع لمناهج علمية تربي عقلية علمية عقلية نقدية يعني نوم قبل أن آتي وأنا أحضر نفسي للمجيء لهذا المكان الذي أسأل الله أن يبارك هو يبارك من فيه وعليهم وبهم أيها الإخوة استمعت إلى خطيب في حضرة رئيس يتكلم الرجل يقول شرط الأمن الله لكي يُحدث له الأمة أمناً للأمم للبشر الإيمان بالله ليس صحيح كلام ليس صحيح لأن اليوم الأمة المؤمنة نحن أمة مؤمنة ما عندنا أمن وأمم كافرة وعلى أديان مختلفة عندها أمم أحسن ما يكون ما أنقل هذا كلام ضد السنن هذا ضد السنن الإلهية الله كأي من آية قص علينا فيها ليهدينا ليهدينا بها عبر آلية ماذا؟ الاعتبار اعتبهوا نحن لا نعتبر أمة لا تعتبر كثيراً الله قال إن في ذلك لا عبرة لأولي الأبصار فاعتبروا يا أولي الأبصار تعرفون ما هو روح وجوهر الاعتبار؟ متى يمكن أن تعتبر؟ تكون كائناً معتبراً إذا فهمت السنن؟ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف؟ إذا لم تفهم السنن لا يمكن أن تعتبر واحد تقول السنن؟ السنن النبوي يعني؟ لا لا السنن الله في الخلق في الاجتماع البشري الإنساني وفي التاريخ الإنساني أجمل تعريف وقعت عليه للسنة الإلهية لشيخ الإسناء بن تيمية رحمة الله عليه تعريف عبقري بسيط جداً جداً وعاميق قال السنة أيها الإخوة ببساطة السنة التي يحصل الاعتبار بفهمها هي التسوية بين المتماثلين والتفريق بينه المختلفين مختلفة هذا هو عجيب طبعاً الله يقول لك تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا الله يقول لك سنة قرية أدنية حاضرة شعب حضارة تظلم تصبح عريقة في الظلم نهلكوها كل حاجيب سنة واحد يقول لي بس هذولاك كفار إحنا مسلمين الله قال لك ما لهاش علاقة ما لهاش علاقة بالمرة قضية العقيدة والدين هنا مسلم ظالم تهلك كافر غير ظالم يقام الله يمتعه نمتعهم قليلاً الدنيا كلها بل حياة الدنيا إلا متاع الحياة كلها متاع الله يعطيهم هذه الدنيا يتفوقون يبرزون يبذون غيرهم لا بأس الآخر عنده حساب آخر الآخر عنده حساب أيام مختلف لكن الدنيا وَلِذَلِكُ وَمَكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بظلم وأهلها مصلحة واحد تقولوا شفتوا ما قلنا لكم كتابكم متناقض قرآنكم متناقض ليس متناقض الجهل متناقض القرآن لا يتناقض القرآن تحدى من هم أذكى من هؤلاء من مشاغبة العصر الحديث أيها الإخوة على قلة علمهم بالنحو وبالصرف بالقرآن وكل شيء يشغبون متناقض لو وجد فيه أبو لهب وأبو جهل أو فلان علان تناقضا لفضحوا به محمدا في العالمين ما وجدوا وكان يتحداهم كان يفهموا العربية ويعرفون ويعرفون استعد دلالية للألفاظ وبحسب السياق تتحدد المعاني وتبرز وتضح اللهم يقول وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ فسورة القصص يقول وَمَا كُنَّا مُهْلِكُ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ القرية الظالمة ابنهلكها هين قال لا ابنهلكهم مش الظلم المثبت هنا غير الظلم المذكور هناك هذا الظلم وهذا الظلم الظلم هنا هو الشرك لذاك قال جار الله محمود أز مخشري وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ قال معناه ما كان ليُهْلِكَ هُمْ بِالشِرْكِ يَكُونُونَ عَلَيْهُ مشركون هذا بهلكم ليش دعوهم مشركون الحساب في الآخرة بدر الجزاء وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ إِذَا كَانُوا يَتَعَاطَوْنَا الْحَقَّ بينَهُمْ في إنصاف في عدن لكن كفار مشركون قال ما في مشكلة يظلون تعيشوا الدنيا قالوا عمّا يفهمون هذا قبل ابن طاوس وابن تامية من زمان فهمين لكن هذا لم يتحول لثقافة كما قلت لكم تُساس بها إيئة الرعية ويُساس بها عقل الطواغيت من حُكام الإسلام لم تتحول إلى ثقافة كلمات وشذرات وهتامات متفرقة متناثرة في بطون وأنحاء كتب التفسير للأزف الشديد ولكن هناك قال قال وَمَا كُنَّا مُهُلِكُ الْقُرَى إِلَّا إِوَاهِلُهَا ظَالِمُونَ وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَلَمَّا نَجْعَنِ مَهْنِكِ مَوْعِدَا فِي الْكَهْفِ ما معنى الظلم هنا؟ الظلم الذي هو ضد العدل الذي يجامع الجور الذي يعادل الجور الظلم بمعنى هنا الجور ضد العدل لذلك انتبهوا أخواني وأخواتي في كتاب الله وعلى فكرة إذا تحدثنا عن السنة وتعريف السنة بلغة عصرية السنة الإلهية في الاجتماع البشري والتاريخ الإنساني باختصار هي ماذا؟ هي نظام الله يعني قانونه دستور قانون قانون مثل أي قانون؟ قانون الجاذبية الله له قوانين في الاجتماع الإنساني في تاريخ البشر ما هذا؟ غير قوانين الطبيعة المادية قانون الله نظام الله المرعي آه فيما جاريات البشر في المقادير التي تجري على البشر على جهة الاضطراد والانتظام ما بتخلف ما له استثناءات هو هي قاعدة مرعية